اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو جديد مهم جدا عن ما يحدث الآن في العالم من اخبار عجلة وايضا اخبار مهمة تخص الدول العربية قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك في القناة لو جداد معنا واتفعلوا الجرس عشان نوصلكم الجديد وكمان لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير الخبر اللي انتو شايفينه معنا نزع موقع السين ان لسه نزع من حوالي ساعة او ساعتين تقريبا على ان فرنسا تحث رعاياها على مغادرة ايران في اقرب وقت ممكن وده اندل عن شيء بيدل على ان الوضع في ايران بقى صعب جدا لدرجة ان الدول بقى دلوقتي بتدعو كل مواطنيا ان هم يمشوا من المكان لو يقدروا الخبر زي ما انتو شايفين حثت فرنسا يوم الجمعة جميع رعاياها على مغادرة ايران في اقرب وقت ممكن محذرة اياهم من خطر الاعتقال والاحتجاز التعصفي والمحاكمة الغير العادلة خصوصا ان هم دلوقتي لما بيشوفوا اي حد اجنبي تقريبا بيقبضوا عليه بتهمة التجسس وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في تحديث على موقعها الالكتروني ان جميع الفرنسيين بمن فيهم مزدوج الجنسية يعني قصدوا في ايرانيين ومعهم جنسية فرنسية معرضون لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعصفي والمحاكمة الغير عادلة واضافت ان هذا الخطر بيشمل ايضا اولئك الموجودين في زيارة سياحية وحذرت وزارة الخارجية من انه في حالة التوقيف او الاعتقال لن يتم دمان احترام الحقوق الاساسية والسلامة الشخصية انا مش عارفوا يجبوا حقوقهم من اخر فياخدوا بالهم لو عارفوا يمشي يمشوا لو عارفوا يهربوا ايا كان يعملوا ايه مهم يمشوا من المكان فده خبر مهم جدا نبدأ به اخبارنا خبر التاني برضو مهم جدا نزع موكا سكاينيوز عن دولة الجزائر الكريمة فيه خبر بيقول ازمة الزيت والحليب تعود مجددا للجزائر والمضاربون المتهمون يعني ممكن تكون الحاجات دي موجودة في البلد ولكن فيه ناس مصلحتها ان الشعب يبقى فيه مشاكل الخبر هو بيقول طفت على السطح في الجزائر ازمة ازمة ندرة عدد من المواد الغذائية الاساسية وفي مقدمتها الزيوت النباتية والحليب والسميد وسط تساؤلات حول اسباب تجدد هذه الازمة التي باتت تقلق المواطنين والسلطة على حد سواء ولم يخفي الوزير الاول الجزائري هما بيقولوا كده على الرئيس الوزراء الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن حزنه وتأثره لتكرار الازمة مقدما اعتذاره للمواطن البسيط الذي وجد نفسه هذه الايام وسط دوامة البحث عن المواد الغذائية الاساسية وخصوصا دلوقتي في ايام مدارس فمحتاجين المواد دي كمان يعني الموضوع صعب وقال الوزير الاول الجزائري خلال كلمة القاها تحت كبة البرلمان اعتذر من كل رب او رب البيت ممن وجدوا صعوبة في العصور على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع واعدهم ان الدولة هتضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين واشار الوزير الاول لوجود ايادي بتحاول خلق جوه من البلبلة في الشارع للضغط على الحكومة من اجل فتح الابواب الاستراض اديكوا عرفتوا السبب وقد اصدرت السلطات الجزائرية في شهر 3 اللي فات قرار يقضي بتجريم تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية كالسكر والعجائن والزيت والسميد والقمح فالموضوع صعب وحاليا بيحاولوا يقبضوا على الناس المتسببة في هذا الموضوع في ناس بتاخدوا الحاجة دي بتباعها في السودة او بتخزنها في المخازن عشان سعرها يعلى واتباعها بسعر غالي فده برضو حاجة مهمة جدا حبينا اتكلم عنها والخبر اللي معنا بعد كده هو تحرك قطار يوم القيامة النووي اديكوا شايفين موضوع بتاع الدرب بالنووي والتهديد بالنووي الموضوع بدأ ياخد وضعه بقى مش مجرد كلام وخلاص دلوقتي زمانتوا شايفين معايا على موقع الوطن اللحظات الاولى للتحرك قطار يوم القيامة النووي الروسي رصدت صحيفة نيويورك بوست الامريكية قطارا عسكريا تابعا لقوات المسؤولة عن الترسانة النووية الروسية وهو بتحرك نحو الخطوط الامامية في اوكرانيا وعرفة بقطار يوم القيامة وسط توطر او تواطر انباء بشأن اطلاق موسكو اكبر غوصة في العالم قادرة على حمل طائرات دون طيار يعني دلوقتي روسيا بدأت تتحرك نوويا من جميع الاشكال والاماكن مر بالغواصة ودلوقتي بالقطر واللي مش عارف يعني ايه قطر نووي ده عبارة عن اسمه كده قطار يوم القيامة ببحثين في الاسلحة النووية بتاعتهم والصواريخ بحيث يقدروا ينقلوها بشكل سريع في اي مكان داخل الدولة برحته ونشرت الصحيفة الامريكية الصور الاولى لتحرك قطار يوم القيامة بعد سلسلة من الهزائم المحرجة في ساحة المعركة الاوكرانية على حد زعمها بما في ذلك خسارة مدينة رئيسية في دونتسيك ونشرت قناة اسمها ريبار الموالية الروسية مقطع فيديو عبر تطبيق تيليجرام يوم الحد الماضي وبيظهر كطار شحن بين النقلات جنود مدرعة محدثة ومعدات عسكرية متطورة اخرى عبر وسط روسيا حسب ما ذكرت صحيفة الديل الميل البريطانية يعني دلوقتي الكلام ده من يوم الحد والنهاردة نيويورك تايمز او نيويورك بوست قدت او قالت ان الكطار ده وصل عند الحدود او المعارك او الاماكن الامامية لاوكرانيا الخطوط الامامية في اوكرانيا يعني كده خلاص قرى بيوصل لاوكرانيا وممكن يستخدموا الفترة اللي جاية في حروبهم ضد اوكرانيا وده اللي خايفين منه لان طبعا ده هيبقى كطار يوم القيامة يعني بيبقى فيه ترسانة نووية فربنا يسطر وبالدليل على الخوف من هذا الموضوع والخوف من الاسلحة النووية اطلق بايدن رصاصة ارمجادون واصار الرعب النووي بعد ستين عام يعني ايه الكلام ده اصار التصرحات الرئيسي الامريكي جو بايدن حول اقتراب معركة نهاية العالم او ارمجادون ردود فعل واسعة في ظل التوترات المتصادة جراء الحرب بين روسيا واوكرانيا والترويج الغربي لاحتمالات لجوء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لاستخدام الاسلحة النووية وقال بايدن في حفل الجامعة التبرعات في نيويورك يوم الخميس لم نواجه احتمال حدوث ارمجادون منذ عهد الرئيس الراحل جون كندي وازمة الصواريخ الكوبية عام 1962 واعتبر ان بوتن لم يكن يمزح عندما اطلق التهديدات النووية حسب قوله وقال كمان للمرة الاولى منذ ازمة الصواريخ الكوبية توجد تهديدات مباشرة باستخدام اسلحة نووية واذا استمرت الامور على المصار الذي تسير عليه الآن يعني ممكن فعلا بوتن يستخدم تلك الاسلحة من جانبها اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ان التصريحات اللي قدل بها بايدن هي الاقصر رعبا من جانب الرئيس الامريكي منذ عقول حتى لو كان كلامه صح كانش المفروض يقولي الكلام ده لانه كده بيخلي الناس تخاف واشارت الصحيفة لان بايدن قرر الحديث عن ازمة الصواريخ الكوبية ابان ولاية الرئيس الراحل جون كندي ثلاث مرات في حديثه امام حفل الجامع التبرعات لصالح الحزب الديمقراطي في نيورك وقالت الصحيفة ان تلويح بوتن باستخدام الاسلحة النووية غير مسبوء منذ عقود فظل تأهديد روسيا باللجوء للاسلحة النووية التكتيكية يعني ايه النووي التكتيكي يعني عبارة عن سلاح نووي ولكن محدود الاسر كما ان بوتن في موقف لا يحسد عليه ومحرك بالنسبة له لبلاده في الحرب ضد اوكرانيا مع تراجع القوات الروسية في بعض الجبهات والانتصارات اللي نجح من خلالها الجيش الاوكراني في استعادة الكثير من الاراضي اللي سيطر عليها الروس في السابق فعشان ينجح في الحرب ده يبقى اكيد هيستخدم تلك الاسلحة النووية التكتيكية فده برضو بيوريلك قد ايه او كأن بايدن بيهيئ العالم للضرب بالنووي ما تستغربوش لو ده حصل في الايام اللي جاية والدليل بقى على ان كلام بايدن مش مجرد كلام من الهواء او تحذير على الفاضي في خبر نزر موقع اليوم السابع بيقول بعد تهديدال بوتن النووية امريكا بتنفق 290 مليون دولار لشراء دواء مضاد للاشاعة يعني كأنهم بيحضروا نفسهم لحاجة زي كده الخبر هو نازل النهارد عشان تبقوا عارفين قالت وزارة الصحة والخدمات الانسانية في الولايات المتحدة انها انفقت 290 مليون دولار على دواء لعلاج اعراض التعرض للاشاعة في حالة الطوارئ النووية وفقا لصحيفة نيويورك بوست وعلنت ادارة HHS اللي هي وزارة الصحة للتقهب الاستراتيجي والاستجابة في بيان بانها اشترت عقار اسمه كجزء من الجهود المستمرة منذ فترة طويلة لاستعداد بشكل افضل لانقاذ الارواح في اعقاب حالات الطوارئ الاشاعية والنووية يعني بيستعدوا لكل السيناريوهات السيئة فالكلام بتاع بايدن النهارده ده مش من فراغ ده اكيد استخبارات او قرارات او في حاجة وصلة لهم ان بطن الايام اللي جاية مش بعيد انه يستخدم السلاح النووي والحقيقة مش روسة بس اللي مخوفها العالم ولكن الصين كمان في خبر نازع موقع مصره وبيقول الصين تخيف العالم بالكلب الالي القاتل زي ما انتو شايفين كده معايا طورت الصين سلاح جديد هو الاغرب على الاطلاق بيتمثل في كلب الالي يستطيع تنفيذ مهام قتالية بديلا عن الجنود البشر ونشرت شركة صينية شريت فيديو بيظهر طائرة مسيرة بتهبط فوق سطح مبنى وبتترك روبوت على شكل كلب مزود بسلاح رشاش وبعد مغادرة الطائرة نهض الروبوت كما ينهض الكلب على قوائم الاربع وبدأ السير فوق السطح وكان واضحا وجود الرشاش فوق هيكله ولم تظهر الفيديوهات لقطات اطلاق نار من هذا السلاح اللي كان من تراث كيو بي بي ناينت سيفن الخفيف ونشر الفيديو على حساب شركة اسمها كيسترال ديفينس بلاد وينج الموسق على موقع ويبو الصيني دعم زي تويتر كده بس مخصص للصين والتعليق المصاحب للفيديو ان يمكن نشر الروبوت الكلب خلف خطوط العدو لشان هجوم مفاجئ كما يمكن نشره على اسطح المباني التي يتمركز فيها العدو لاحتلال المناطق المرتفع اذا ما انت شايفين طائرة مسائرة صغيرة تبقى شايلة الكلب القلي ده تحط في اي مكان هم عايزينه واضاف ان يمكن نشر هذه الروبوتات في المناطق المدنية خلال العمليات الاسكرية اما هو معروف ان الرشاش المثبت على ظهر الروبوت الكلب ده قادر على اطلاق ستمائة وخمسين رصاصة في الدقيقة الوحدة ستمائة وخمسين رصاصة في الدقيقة الوحدة يعني يقدر يفرتك الاف الناس في دقيقة يعني او خمس دقايق مع بعض فالموضوع برضو مرعب لو حاجة زي كده ممكن حد دخل في التقنية بتاعتها او دخل وقدر ان هو يتجسس او يعمل هكر عليها فممكن استخدمها في قتل ناس ابرياء ما لهمش اي زم تبقى بره الدفاع العسكري او بره عن الكلام اللي هما بيقولوا عليه ده فدي مش حاجة غريبة يعني ممكن تحصل ورجعنا تاني الفرنسا بس المرة دي رعب بقى بنسيطر على فرنسا ظاهرة بترعب باريس اكتحام محلات المجوهرات بالسيارات وسرقتها في عز الدهر الخبر نزع بقوابة اخباري اليوم ده بيدل على ان فعلا اوروبا بتنهار الكلام ده زمانتو شايفين ادي صور الحرمية هما داخلين محلات المجوهرات وبسرقوها ما زالت شوارع فرنسا تعاني منتشار ظاهرة سرقات المواطنين في عز الدهر ووضح النهار مش بس على فكرة في فرنسا وكمان في بريطانيا دون ان يتم الكشف عن هوية المجرمين الذي اكد محلون انها مفيا منظمة بتتخذ عدة اساليب لارتكاب جرائمها وبيعملوا بشكل منظم ما بين عمليات رصد وتتبع وتنفيذ حيث يتم اختيار ضحاياهم بدقة بالغة الضحية الاخيرة لم تكن من سكان بريس ولا قررة اوروبا نفسها بل حضرت من اقصى الارض لحضور فعاليات اسبوع الموضة في بريس والخاص بازياء الملابس الشتوية العام 2023 الا ان سيدة الاعمال البرازيلية لم تكن تعلم انها على موعد مع سرقة كفة مدخرتها من المجوهرات البالغ خمتها مئات الالاف من اليورو وطبقا لما نشرت وسائل الاعلام الفرنسية عن الحادث في ان سيدة الاعمال البرازيلية جت بقالها كام يوم في مطار شارل دي جول ولم تكن تحمل الكثير صوح حقيبة سفر وشنطة يد وانهت اوراق وصولها بصورة طبيعية جدا داخل المطار وبحثت السيدة البرازيلية عن سائرة اجرة لتنقلها الى مكان انعقاد فعاليات اسبوع الموضة حيث وجد ضلتها مع احد السائقين انطلق بها دون تردد طمعا في مبلغ يرد تموحاته ونظرا لاهمية ما تحمله معها وضعت شنطة السفر وحقيبة يدها بجوارها على ما يبدو خوفا من سرقتها ومع ابتعد السيارة عن الطريق السريع والدخول في شوارع باريس المهم هكتب لك هنا ازاي اتسرقت ولكن مش هي الوحديها ولكن في متاجر كمان بيتم سرقتها في باريس في عز النهار وحتى مع انتلق هذا الانذار بيكون هما ماشوا قبل ما البوليس يجي فالموضوع صعب وبقى كتير جدا في فرنسا وكمان مش بس سرقات للمحلات لأ كمان في حوادس طعنة بيدربوا الناس بالسكاكين ويسرقوهم لان الموضوع كبر جدا جدا فوق ما تتخيله ويا ريت حبابنا اللي موجودين هناك وبيتابعونا من باريس او من فرنسا يكلمونا اكتر عن هذه الموضوعات وبكده نكون انتهينا من الاقبار اللي تكلمنا عنها النهاردة من ارهاب نووي وايضا ظاهرة في فرنسا وفرنسا بتقول رعايا في ايران يمشوا والدنيا مقلوبة وفي كذا مكان اتكلمنا عن الجزائر وايضا عن بلاد كتير بكده نكون خلصنا جولتنا الاخبارية لهذا اليوم شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو لو عجبكم عشان نيوصل لكل الناس